اشتركوا في القناة في الخرطوم لإكمال الدور الممتاز لكن مشكلة انعدام الملاعب أو عدم صلاحيتها ستكون عقبة جديدة أمام الاتحاد الذي يسابق الزمن لإنهاء الموسم الرياضي قبل حلول منتصف الشهر المقبل وغمرت مياه الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين غمرت استادي الهلال والمريخ بجانب استادي الخرطوم والملاعب التي تتدرب فيها الأندية مثل المهندسين وملعب ناد الخرطوم الوطني ترجمة نانسي قنقر